في ليبيا قضت المحكمة والأحد بسجن 12 مسؤولا بسبب كارثة انهيار سدود جراء فيضان درنا العام المنصر وكشف النائب العام في مدينة طرابلوس أن قرار المحكمة جاء على خلفية انهيار سدود بسبب الفيضانات المدمرة في سبتمبر الماضي والتي أصفرت عن مقتل الألاف من سكان المدينة وأصدرت محكمة الاستئناف في درنا أحكاما بالسجن تراوحت بين 9 سنوات و 27 سنة في حق المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد مع إلزام ثلاثة متهمين آخرين بإعادة الأموال التي تحصل عليها من مكاسب غير مشروعة فيما برأت أربعة مسؤولين آخرين